موسيقى طبعاً كلكم عارفين أن الشرطة تسعى لأمن وسلامة المجتمع وطبعاً هناك عوامل عديدة وكثيرة لازم تكون موجودة في موظفي وفي منتسبي الشرطة ومن أهمها اللياقة البدنية وطبعاً اليوم أنا وأنتم متابعين ومشاهدينا في كل مكان على برنامج على الطريق رح نتعرف على البطولات والمنافسات التي تستوي بين القيادات الشرطية بين شرطة بوظبي، دبي، الشارجة، عيمان، وراس الخيمة والفجيرة فتعالوا معاي وخلونا نشوف مني بفوز يا ترى تعالوا العميد عصام عبدالله العلي مدير مركز تربية رياضية الشرطية حقيقةً وأنا في الطريق شفت تحديات تصير بين منتسبي الشرطة فقلت لازم أي وأعرف أكثر شو علاقتهم في الرياضة بسم الله الرحمن الرحيم رحب فيك عري في بطولة وزارة الداخلية بلا شك تولي وزارة الداخلية والقيادات الشرطية اهتمام كبير بالرياضة والرياضيين يمكن هذه واحدة من البطولات وزارة الداخلية ونحن سعيدين بتواجدكم ونشوفون هؤلاء الشباب واهتماماً بالرياضة يمكن البطولة متنوعة لأمية والميتين والماراتون والعاب القوة وإلى آخره بنقول تنوع كثير وكبير في الرياضات التي تستوي بين المنتسبين لكن أبا أعرف كيف التجهيز يستوي شوف علي بلا شك قيادة اتجهز فريقها ولكن احنا التجهيزات مبس لبطولة أو لموسم الرياضة اليوم أسلوب حياة في المجتمع خاصة المجتمع الشرطي الكل يمالس الرياضة عندنا مبس في البطولة ولكن هذين مهيئين أكثر من غيرهم بممارسة هذه البطولات البطولات الشرطية ما تتوقف وأجندتها معروفة ولكن هناك استعداد من الصيف من اللاعبين أنفسهم بهذه الرياضة وكلنا على حسب مجاله وعلى حسب تخصصه حقيقة القيادة العامة الشرطة بوظبي شاركت في بطولة الألعاب العالمية لرجال الشرطة والأطفاء وحققت المركز الخامس بين خمسمائة وثلاثة وثلاثة قيادة شرطية وهذا إنجاز كبير ألف مبروك وأربعين ميدالية ذهبية ذهبية متنوعة بين الذهبية وبين البرونزية وبين الفضلية علي يمكن نحن محظوظين في القيادة العامة لشرطة بوظبي أن تولي القيادة عندنا اهتمام كبير بالرياضة والرياضيين أيضا عندنا ما ننسى دور الموالد البشرية بدعم هؤلاء الرياضيين بالمشاركات حتى الخارجية علي نحن قبل أسبوع يايين من أمريكا كان هناك مشاركة بالايرون مان لو شوف الناس اللي هنا على مستوى العالم كامل على مستوى العالم كامل نخبة الرياضيين اللي صعدوا عندنا وتأهلوا عندنا كانوا لاعبين أو ثلاثة أهلون اليوم نحن تأهلوا عندنا ست لاعبين وكانت لهم أرقام أفضل من السابق من بينهم المحترفين أبطال الأولمبيات فكانت مشاركتنا بحد ذاتها يعني فخر لنا نحن أن دولة الإمارات متمثلة بالقيادة العامة لشرطة أبطال أبطال أبي وهذه رابع سنة نشارك هذا مثل تأهيل يعني ما بأي حد يقدر يتأهل لهذه البطولة ودعم القيادة أن البطولات كثيرة يشكرون عليه نحن محظوظين في القيادة العامة أبطال أبطال أبي يقول لك الشرطة دائما تسعى على أمن وسلامة المجتمع طيب اليوم نحن بنعرف شو هو التحفيز أو التفريغ اللي حاصلونها المنتسبين عسبت يصلوا للمستوى اللي هم فيه شوف علي عندنا السياسة لها تفريغ التحفيز له تفريغ هذا كل مؤخوذ بعين الاعتبار في القيادة العامة رشيط بوظبي قدم عندك بطولة راح تأخذ تفريغك راح تتدرب والشباب عندنا في أثناء التفريغ مواضبين على تدريباتهم والدليل النتاج اللي قاعدين يقدمونها التحفيز هناك تحفيز من القائد العام تحفيز من المدير العام تحفيز من مدراء القطاعات اليوم نحن ما نتكلم عن الرياضة ترى الشرطة هذا دور رجل الامن اليوم والحمد لله ان رجل الامن عندنا صارت عنده ثقافة الرياضة اكثر من يمكن شخص ثاني قام كل شخص يحاول يتعلم قام كل شخص يحاول يسعي حصل له مدرب ياخد خبرات يتنوع في مهاراته اللي عنده انتم عندكم جانب كبير في المنافسات جانب كبير في التحديات عندكم ايضا سماعة جانب في المغامرات و جانب التدريب الداخلي اللي يشتوي عندكم صحيح عليفي عندنا في مركز تربية رياضية فرع خاص في فرع المغامرات يمكن لو تشوف المغامرات كانت مغامرات محدودة في اماكن الناس تعرفة اليوم طلعنا فريق من عندنا راحل 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 اماكن ما حد يعرفة لو قلك عن اسماء ما حد يعرفة في في الدولة بشكل عام و هي اللي خذناها كمغامرات المغامرة مو بس تسلق جبال و و او دية و الى اخره مغامرات و فيها مبيت و فيها و فيها تعايش و فيها تحمل و فيها اشياء كثيرة فعلا العميد عصاب في المغامرات منتسب الشرطة يحصل على مهارات يليدة منها العمل الجماعي و اخرى من هذه المهارات اللي تساعدها انه يحمي افراد المجتمع انا حقيقة مستانس في هذه البطولة الجميلة باع سبت ما طول عليك شو رايك نكمل البطولة هذه و نستمتع في الاجواء و ان شاء الله فالكم الزهر نشوف البطولة مع بعض الاحين يالله ان شاء الله بسم الله